أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج تقديم كل العون الممكن للمجلس القومي للأشخاص الذوي الهمم واستشارته في العديد من الملفات المتعلقة بالأمر جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن للمشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم الدكتورة إيمان كريم لمناقشة تفرص العمل المشترك وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التي تخص ذوي الهمم على رأسها تطوير القدرات المؤسسية للمجلس وميكنته بالكامل وسبل إنفاذ قانون رقم عشر لسنة 2018 وتفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة القانون